عرض عسكري استعراضي شهده معسكر التدريب هذا بمناسبة تخريج الدفعة الرابعة لأفراد الأمن والشرطة بساحل حضرموت وفي الحفل الذي جاء بععاية من السلطات المحلية والعسكرية بالمحافظة أشادت السلطات الأمنية بالدور المحوري والأخوي لقوات التحالف العربية في دعم وإسناد هذه القوات وعرفانا منا بدور إخوتنا في التحالف العربي وعلى رأس هذا التحالف قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم ومساندتهم ووقوفهم وقوفا أخويا صادقا اختلط فيه دمهم بدمنا وقدموا كل غالي ونفيس من أجل هذا البلد إسهام هذه القوات التي أظهرت فنونا قتالية عالية في عملية حفظ أمن وسكينة المحافظة من خلال ضبطها للعديد من الممارسات والسلوكية المخلة بالأمن ومكافحة الجريمة نسعى إلى أن يكون رجل الشرطة شرطة حضرموت عموما أن تكون متميزة أداء وسلوكا وعملا وفي كل مكان يجب على شرطة حضرموت أن تكون على درجة عالية من الوعي والفهم العلمي والسلوكي علينا أن نضبط سلوكنا بعد تخرجنا من هذه الدورة وغيرها من الدورات تخرج مثل هذه الدفعات يشكل إضافة نوعية لإدارة الأمن والشرطة التي تخطو خطوات حثيثة مستوعبة متطلبات المواطن لحفظ سكينته العامة حالة أمنية مستقرة تشهدها المكلة وبقية مدن الساحل تأتي كنتيجة للجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بتخيج مزيد من الدفعات تعزيزا للأمن والاستقرار عبدالحام بن عطية الإخبائية